حياة كريمة مبادرة رئاسية غيرت شكل الحياة في مصر خاصة في قرى الريف لتكفل لمواطنها حياة كريمة وأمنة تليق بهم في عصر الجمهورية الجديدة قرية تنصى باني مالو بمحافظة باني سويف طالتها تمر تلك الحياة بمجموعة من المشروعات القومية وتنموية جاءت المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتضيء قرى محافظة مصر وتحول شكل الريف وترفع جودة الحياة لنحو 60% من المواطنين المصريين من قاطني قرى ونجوع الوطن بعد أن كان حلم أصبح حقيقة وبدأ المصريون حصد ثمار المبادرة ففي قرية تنصى باني مالو بمركز بباب محافظة باني سويف والتي كانت في السابق يعاني أهلها من نقص الخدمات الأساسية يحتفل اليوم قاطنيها بانتهاء تنفيذ عدد كبير من مشروعات حياة كريمة داخل قريتهم وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المركز التكنولوجية ونقطة إسعاف والوحدة البيطرية ومدرسة تنصى الابتدائية بنات وتبطين الطرع والجمعية الزراعية وتدعيم الكهرباء بمحاولات جديدة وأعمدة إنارة الحمد لله الحلم تحجج طبعا سيادة الرئيس قال احلامه وان شاء الله بعون الله هننفس حلمكم والحمد لله الحلم تحجج مجمع الخدمات ده بمثابة عاصمة لقرية تنصى قرية تنصى دي قرية أم فيها 13 قرية و26 تابع مجمع الخدمات ده فيه سجل مدني فيه بريد فيه شهر عقاري فيه مركز تكنولوجي طبعا المجمع ده بيخدم عطبر 30 قرية 40 قرية 13 قرية و26 تابع نشكر الرئيس اللي هو وفرنا للمية وبنالنا مساكن حلوة وبنالنا مدارس وبنالنا مستشفيات وكل حاجة الحمد لله رب العالمين المواطنون في القرية عبروا عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي على تحويل حلمهم إلى حقيقة وذلك بعد تنفيذ تلك المشروعات في فترة بسيطة وتنفيذ كافة مطالبهم لتتحول قريتهم إلى قرية نموذجية من كافة الخدمات بتوجه بالشكر للسيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي ومعالي رئيس الوزراء وبشكر السيد محافظ بنسويف بالنسبة للمجهودات العظيمة اللي هما بزلوها في كل محافظة بنسويف وفي كل مراكز محافظة بنسويف من المشاريع العظيمة العملاقة اللي بتتعمل وبتم بكل جميع أنحاء الجمهورية وعندنا في قرية تنصى بنمالو واتبع المركز بيبة منها المدارس اللي تم إنشاءها وجميع الأهالي في القرية حاسين بكل المجهودات اللي بيعملها الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل القرية من مشاريع خاصة بالتعليم وغاز طبيعي وصرف صحي وكل المشاريع اللي في أنحاء الجمهورية طبعا نشكر الرئيس الزعيم السيسي زعيم العرب لأنه فعلا وفر لنا حياة كريمة وأول حاجة فعلا نجحت معانا هنا ولاحظناها اللي هي الميا لأن فعلا الميا دي نبع الحياة زي ما بيقوله وكانوا بخوفونا منها ويقولها كانت تتقطع الميا تتقطع الميا بمجهوده وبفكره وصلنا الميا لحد عندنا هو من شاء الله في الطبطين أول ما بيفتحه من عند بيبة في عشر دقيقة بتوصل الأول كانت بتصل بعد يوم واثنين لأنه كان فعلا فيه انسدادات وكان فيه طينة وفيه بتاع ما شاء الله عملنا حاجات حلوة هي فعلا أكرمنا ربنا أننا في شهر سبعة ده كنا بنعاني فعلا بنعاني وكل الناس عارف الكلام ده كنا بنعاني من جلت الميا وكان الشام عندنا بيبوز والله والله في شهر سبعة ده ما كنا بنلقى بج الميا والميا زي الفل وكل حاجة عمالها الرئيس كلها زي الفل وكل حاجة الحمد لله ربنا كرمنا بوه حياة كريمة وهي كريمة فعلا والطبطين واللمية وكل حاجة ما يجرى على أرض قرى مصر من مشروعات يساهم في بناء قرى عصرية بشكل يليق بالمواطن المصري صانع الحضرات ترجمة نانسي قنقر